السلام عليكم في عدد كبير من الحالات اللي بيكون دخلهم جسم غريب جوه أنفهم وخصوصاً الأطفال وفي الفيديو ده هنعرف إزاي نتصرف لو دخل جسم غريب داخل الأنف والجسم الغريب ده ممكن يكون حبوب أو بطاريات أو كور صغيرة زي طلق المسدس البلاستيك وممكن تكون أجسام حادة زي قطعة زجاج أو معدن وممكن تكون حشرات زي النموس أو الدبان وفي الحالة دي بيكون فيه إسعافات أولية محددة ممكن تعملها وحاجات تانية ممنوع أنك تجربها ورقم واحد في الإسعافات الأولية أنك تهد المريض وخصوصاً لو كان طفله صغير وتسأله إيه اللي دخل في فتحة الأنف ودخل في أنهي فتحة فيهم ولو كانت أجسام حادة أو كان الأنف بينزف فمش هتعمل أي حاجة وتوضي الطفل ده للمستشفى غير كده هتكمل الإسعافات الأولية اللي انت بتعملها هتميل رأس الطفل للأمام وتقفل فتحة الأنف السليمة بصباعك وتطلب منه أنه يتنفس بقوة علشان ضغط الهوى يطرد الجسم الغريب ده البرا وبنسبة كبيرة الطريقة دي هتنفع ولو ما نفعتش والجسم كان محشور جوه فما تجربش طريقة تانية وض الطفل للمستشفى لأنهم في المستشفى بيكونوا مجهزين للحالات اللي زي كده وبيكون عندهم أجهزة وأدوات خاصة بإخراج الأجسام الغريبة من الأنف أو الأزن وخد بالك إن في طرق ممنوع أنك تجربها زي إنك تدخل إبرة أو ملقاط وتحاول تسحب به الجسم ده وتطلعه برا لأنك في الحالة دي ممكن تجرح الأنف أو تدخل الجسم الغريب ده الجوه وما تحاولش تعمل الحركة اللي إدامك دي حتى لو ظهر لك إنها نفعت لأن الحركة دي ممكن تأذي الرئاه وفي حالة لو كنت عنيد وعاوز تجرب طرق تانية فخد بالك لو الجسم الغريب ده وصل لداخل الفم ممكن يدخل للممر الهوائي للطفل ويسبب له اختناء وفي الحالة دي لازم أن تكون عارف الإصعافات الأولية اللي هتعملها في حالة الاختناء والله هتظهر لك دلوقت في نهاية الفيديو وبكده يكون فيديو النهاردة خلص وأتمنى لو استفدتم تنسوش اللايك والاشتراك والسلام عليكم